هنعمل ايه عشان نخرج من بازناتسة الجواز؟ اول حاجة ممكن تيجوا نقول لكل اللي حصله انه حس انه هو مش واخد حقه في الجواز يقعد شوية كده ويسأل نفسه اول سؤال انت اتجوزت ليه؟ اتجوزت ليه؟ لو ما كانش جزء من اتجوازك ان انت تتجوز عشان الجواز ده طاعة وعبادة رجع للمعنى تاني ده في حياتك الطاعة مش هقول لك كل ما اتطيع فيها تكلفة وفيها معاناة لكن الطاعة فيها استمرارية وعشان كده الجواز فيه استمرارية زيه زيه اي عبادة فلذلك الجواز فيه استمرارية لكن ان انت تقرر ان انت مش هتكمل اسألك سؤال ايش معنى بتكمل لما يكون عندك هدف ان انت تكون بادي بيلدنج او انك انت تاخد كرسى عشان تطور نفسك في البيت في العمل ما العمل ده انت بتعمل عشان احد اهداف عملك ان انت تكفي بيتك فما انفعش الوسيلة يكون بتديها اهتمام اكتر من الغاية فانت عشان كده لازم تتعود تطور نفسك في الجواز ازاي تعرف ان هو عبادة وتستمر فيها طب اعمل ايه كل ما نفسك تيجي تقولك على فكرة انت فشلت قل لها انا ما فشلتش في الجواز انا لسه ماشي في طريق الله زي ما انا بنتظر في عبادتي ان ربنا يشرح صدري انا منتظر في الجواز ان ربنا يعلمني النضوك انا ماشي في الزواج لغاية منضوك الحاجة التانية بقى اللي تخلينا نخرج من جواز البيزنس نتعلم شوية للجواز نروح نقرأ شوية للجواز المشكلات اللي عندنا اللي احنا شايفينها عويصة بتتحلب اشياء بسيطة خالص زي مشكلة بيزنس الجواز ده اول حل نعمله ان احنا نقعد مع بعض ونقول ان احنا عايزين نخرج من نمط الجواز اللي هو فيه البيزنس ده ونصارح بعض انت بالنسبالي مستلعة وانا بالنسبالك مش محفظة فلوس احنا بناء دمين فتعالي نتعامل مع بعض على ان احنا بناء دمين ونصارح بعض على ان احنا عم يحتاجين ان احنا نبقى بناء دمين لان على فكرة اقول لكم حاجة اللي بيستمر في بسيطة الزواج انا ببقى عارف انه هو ناوي على نية تانية مش كويس سواء هي او هو تالت حاجة اللي بيدعم كمان تعلمنا ان احنا نقرأ في السيرة النبوية عن معاملة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته عشان نفهم منها معنى الزواج بشكل صحيح رابع حاجة حتى لو كنتم متجوزين روحوا احضروا دورات المقبلين على الزواج سواء قبل الجواز او حتى في الجواز لان بيقولوا كده بيقولوا ما تأخر من بدأ فانت ما تأخرتش ابدأ وعلى فكرة احلى حاجة في الجواز ان انت ممكن تبدأ فيه مرات ومرات وعشان كده روح اتدرب على مفهوم الزواج الدورات موجودة في دور الافتاء موجودة في اماكن كتير اتدرب على انك انت ببساطة خالص تعرف يعني ايه جواز وانا هقولك اول حاجة تعرف ان هي جواز الجواز ليه ابعاد متعددة محتاجة تتمرن فيها وانا هقولك على حاجة تنفعك اوي اوي في مسألة الجواز دي شاهد الحلقات اللي احنا بنعملها عن المهارات الزوجية هتلاقي ان الجواز ده عالم حلو اوي بس انت مدلسة مدخلتوش عارف انت لما قالوا ده دخل الحياة اه لان الجواز ده حياة جديدة انت لما دخلت انت دخلت سوبر ماركت مدخلتش جواز اللي انت فيه ده سوبر ماركت بتشوف هي المنتج بتاعك مطابق لمواصفات ولا لا الجواز لازم تعرف ان انت لما تدخل وتتجوز انت مش هتبطل عازب وانت مش هتفضل بنوتة انتو الاتنين هتبقوا ازواج هتفكروا تفكير الازواج وتعيشوا عشة الازواج على فكرة واحد ممكن يقول لي ده ما الجواز كده يبقى صعب هقول له مسي الجواز مش صعب الجواز واسع بس انت لازم تتدرب عشان تقدر تعيش الوسع ده ما تختزلوش الزواج وما تقزوش نفسوكم وتقزو المجتمع وتقزو حياتكم بان انتو تفهموا ان الجواز ده جاي للمنفعة والمصلحة لا كمان تكلموا بعض وعيشوا مع بعض كمان من الادوات المهمة لغاية ما تروحوا تحصلوا على دورات المقومين على الزواج اتكلموا مع بعض كل ما تتكلموا مع بعض كل ما بفجوات تقل وبطلوا تحكموا على بعض والوقت اللي تاخدوه عشان تشتغلوا الشغل البوليسي بتاعكم عشان تعملوا تحليل لشخصيات بعض اقعدوا تكلموا مع بعض واسمعوا بعض على فكرة ممكن واحد يعجب بصوت زوجته وهي تعجب بشخصية زوجها اللي هي ما حصلتش ان هي عرفت ده لان هي حكمت عليه ان هو خزالها وما بقاش زوجها لما حست ان المنفعة اللي كانت طلبها ما لقتاش عودوا مع بعض وارسموا حياتكم من جديد وعلى اقل يكون عندكم نص ساعة تتكلموا مع بعض عن المستقبل والسعادة وكمان حاجة مهمة جدا جدا عايزين تفتحوا ابواب الجواز كمان فيه مفتاح لطيف قوي امتنوا لبعض كل ما حد فيكم يعمل حاجة كويسة لبعض للتاني امتنيلوا وامتنيلها لما تمتنوا لبعض قلوبكم هتتفتح وهتبتدوا حسوا ان الحياة ممكن تتشاف بطريقة تانية واخر حاجة وده شيء مهم جدا كتروا المشترك بينكم اعملوا اشياء مشتركة كتير لما تعملوا اشياء مشتركة كتير هتبتدوا وتقربوا من بعض وساعة ما تقربوا من بعض هتشوفوا جوانب من شخصيات بعض وتعرفوا ان الجواز اوسع بكتير من النزلة الطيقة بتاعت المصلحة والمنفعة يا رب نسألك وانت الكريم انت جعلنا نرى الزواج فيض من نعمك وهذا لن يكون الا اذا تخيرت نظرتنا للجواز فاللهم ان القلوب بيدك والعقول بيدك فغير قلوبنا وعقولنا لنعرف لنعرف نعمة الزواج اللهم انا نعلم انك انعمت علينا بنعمة واسعة وسميتها لنا الزواج فاجعل قلوبنا معلقة في هذا الزواج بنعمتك وواسع فضلك يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم عويل نعمة الزواج